سيد رئيس الوزراء المحترم جاد في عمليات الاستفادة من النفايات بالطرق العالمية الرصينة يعني إما حرق النفايات وتحويلها إلى طاقة كاربائية وإما تخمير يعني نحن نسميها فرمنتيشين يعني وتحويلها إلى غاز والغاز كذلك يتحويلها إلى طاقة كاربائية والويست الباقي يصير يعني بثموس طيب أنت معلوماتك أكثر من معلوماتي أكيد كونك مختص نعم قبل فترة يعني على السوشيل ميديا صار أكو قضية أنه أكو وحدة من الدول أرادت شراء النفايات اللي بالعراق نعم صح أكويت شي صح شراء النفايات أي أو استثمار هذا الموضوع هذا الموضوع مع المحافظات أقصد بس إحنا عدنا عروض من شركات أربع خمسة أنا هو أدا تكلم عليه أنه عدكم عروض استثمارية حتى نتخلص من قضية هذا النفايات أكو عدنا عروض استثمارية تقريبا أربع شركات أربع شركات نحن بالنية يعني نبقى لأيام هاي يعني آخر شركة جوستي يوم الأحد القادم شنو نوعية الشركات منين من أي دول شركات تركية وصينية نعم وأكو جو انفنتر عراقيين إياهم جيد تركي عراقي جيد وإماراتية فآخر شركة أعتقد يوم الأحد قدم جيد فإحنا راح نقدم بيها في السيرفي لجلة المستشارين بميس وزراء هم بعد يختارون هذي الشركات في حال أنه وصلت إلى شركة معينة وأخذت هذه القضية شنو اللي راح تعمل عليه شنو راح تغير هم وكل واحد قده في التكنينك معين اي موحد بيشبه لأخ يعني شنو شنو اللي راح تقدما لا يتقدم تقدم له النفايات يعني أناكو بيهو ما قدم على رفع النفايات ها قدم عليه معالجة نفايات وقسم لا قدموا على رفع النفايات ومعالجة النفايات جيد هذول قد حظوظهم أحسن تكون لأنه يقدمون أكثر من خدمه أحسن يعني أنه سالمواطن يوم مطرة الدنيا المواطن شير يجفته من الأمانة اللي دفته منه الماء ما يكون مشارع صح هذا اللي يريده صح بس هو ما يدري الماء بأني هون يروح يروح المشارع التصفية بالرستاميو بالكاق وصير بيه تريتمت وهذا التريتمت يعني ملتستيج وهذا صرف وعمال ومهندسين وفنيين يعني ملايين نعم حتى يطلع للنهار نظيف